لا بد لنا من الصدق مع الله وأن نري يا ربنا أحسن ما عندنا والنفس تتعب الجسد يتعب من طول القيام أحيانا يتسلل شيء من الملل في قضية تلاوة القرآن ولكن المسألة تحتاج إلى مصابرة تحتاج إلى مجاهدة وعدم التدرب على العبادة قبل رمضان أحيانا من أسباب حصول الملل أو حصول الإجهاد فرجل لا يقوم الليل طيلة العام ثم مثلا يقوم في اليوم ساعتين مثلا في الليلة ساعتين هذا غير معتاد ولكن مع المجاهدة يصبح معتادا مثل ما أننا اليوم صيامنا أسهل من صيام أول يوم وأسهل من صيام ثاني يوم تعودنا اعتدنا كذلك فإنه لابد من احتساب الأجر استصحاب موضوع الاحتساب لأن استصحاب موضوع الاحتساب يهون على النفس الصبر على العبادة وحتى لا تتحول القضية إلى مجرد عادة أو يتطرق السآمة وتتطرق السآمة والملل فإننا لابد أن نحذر من تحول العبادة إلى عادة لأن تحولها إلى عادة خطير يفقد روحها خشوعها احتساب أجرها يبدأ الملل يأتي ولما يصير الواحد عنده إحساس حي وعنده تعود على العبادة فهذا مما يرفعه درجات عند الله علاج الفتور في العشر الأواخر مهم أو من الأشياء التي تعالج هذا عندنا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلاً كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزراء وأحيى ليلة وأيقظ أهله وقام بهم قياماً طويل جداً قال الصحابة حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح يعني السحور يعني السحور قام بهم قياماً طويلاً جداً حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح يعني السحور من الأشياء أيضاً التي تعالج عندنا هذا الموضوع في العشر الأواخر استحضار واحتساب ثواب ليلة القدر فإنا خير من ألف شهر وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وأيضاً لا بد يكون عندنا استبار رب السماوات والأرض فاعبده واستبر لعبادته واستبر لعبادته وكذلك أن نتذكر أن وظيفتنا الأساسية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وأن العبادة ليست مواسم فقط وبعدها ما في عبادة لا يمكن تزيد لمواسم لكن هي مستمرة على المدار العام وكذلك نستحضر كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل بقوله تعالى قم الليلة إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ونحن الآن لا والله ما نقوم النصف ولا يعني إذا كان الليل طوله مثلا عشر ساعات حتى عشر ساعة مثلا عشر ساعات عشر ساعات كم نقوم منها ساعتين واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيله والنبي عليه الصلاة والسلام كان في أدعيته الاستعاذ من العجز والكسل مما يعالج القضية أيضا أن لا يتطرق إلينا الفتور الآن ونحن الآن في نهاية المشوار أن نستشعر أن الأعمال بالخواتيم والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بخواتيمها رواه البخاري ومسلم